حتى نستطيع تطبيق المفاهيم المتعلقة بمعايير الأهداف الجيدة نستعرض معاً استمارة تطبيقية يمكنك من خلالها من استخدام هذه المعايير في وضع ومتابعة الأهداف الشخصية والعملية أمامك استمارة وضعناها كذلك على منصة إدراك ضمن الملاحق اسمها استمارة وعد قمم تستطيع استخدامها أو استخدام ما يشابهها في عملية وضع الهدف وبغض النظر عن الطريقة أو الاستمارة التي تستخدمها فإني أشجعك على كتابة أي أهداف تحاول أن تحصل عليها إن اكتساب مهارة كتابة الأهداف والتعود على وضع ملاحظاتك عليها قد تكون مفيدة لترشيد أفكارك وتركيز اهتمامك أسمينا هذه الاستمارة كما ذكرنا استمارة وعد قمم ووضعت نموذجاً حتى نستطيع عرضها بسهولة من خلال هذا الفيديو الخانة الأولى في هذه الاستمارة تشير إلى هدف العام الذي تود تحقيقها ولا يجب أن يتصف هذا الهدف العام بمعايير وعد قمم من واقعية وارتباط زمني وغير ذلك الهدف العام هو هدف مجمل تشير فيه إلى ما تود بلوغه مثلاً الارتقاء في الوظيفة هو هدف عام وكذلك زيادة مهاراتي في عمل معين أو تنمية علاقاتي الاجتماعية أو السمو بنفسي روحياً أو تطوير نفسي علمياً أو جسدياً كل هذه أهداف عامة ينتج عنها أهداف خاصة فرعية هذه الأهداف الخاصة هي الأهداف التي يجب أن تتميز بالمعايير التي اتكلمنا عنها معايير وعد قمم فأعرض الآن لأمثلة عن الأهداف العامة والأهداف الخاصة مثلاً قد يكون لديك هدف عام في العمل وهو الارتقاء في الوظيفة لن تستطيع في معظم الأحيان الارتقاء في الوظيفة بمجرد أن تكون أمنيتك كذلك وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة الارتقاء والنجاح هو عمل دؤوب يتطلب تخطيطاً مسبقاً فلهذا هذا الهدف العام يستدعي أن تقوم بتحديد أهداف فرعية محددة له أذكر منها على سبيل المثال الانتقال من مركز مساعد مدير ثاني إلى منصب مساعد مدير أول خلال السنة القادمة المرور بمختلف أنحاء القسم الذي أعمل به للإطلاع على دورة العمليات خلال الشهر القادم القدوم مبكراً إلى العمل على الأقل ثلاثة أيام في الأسبوع لمتابعة العمليات ابتداءاً من أول الشهر القادم زيادة مجمل مبيعات السنوية التي أحققها من 36 ألف وحدة مثلاً إلى 48 ألف وحدة خلال العام القادم التطوع لمساعدة موظف واحد على الأقل في عمله خلال الستة الشهر القادمة قد يكون لديك هدف آخر وهو زيادة مهاراتك في العمل هذا الأمر لا يأتي مجدداً عبر التمني بل يتطلب أن تسأل نفسك كيف أستطيع أن أزيد مهاراتي في العمل ما هي الطريقة التي أستطيع بها أن أكتسب مهارات ذات صلة بالطور الشخصي والوظيفي وقد يتبادر إلى الذهن أهداف فرعية تفصيلية مثل الالتحاق بدورة كومبيوتر لها علاقة بعملي ابتداءاً من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة أشهر الانخراط في مادة تعريضها إدراك والالتزام بها حتى الانتهاء الطلب من زميل متمرس مشاركة خبرته في مجال معين وتحديد وقت لذلك قراءة كتاب له علاقة بعملي كل شهر التطوع للعمل في قسم مرتبط بعملي بعد الدوام مرة واحدة أسبوعياً لاحظ كيف أن هذه الأحداث محددة ومرتبطة بالعمل كما أنها مرتبطة بإطار زمني واضح مثال ثالث لهدف عام هو تنمية شبكة علاقاتي بنفس الطريقة ينتج عن هذا الهدف العام الضروري أهداف تصليلية محددة مثل إنشاء حساب لي على شبكات التواصل الاجتماعي المهنية مثل لينكتن وتحديثه أسبوعياً السعي للانضمام إلى نقابة مهنية واحدة خلال السنة القادمة زيارة أقارب مرة واحدة أسبوعياً وإعداد جدول بذلك إعادة الاتصال بأصدقاء القدامى بمعدل صديق كل شهر التطوع حالاً للمساعدة في مركز للتعليم المجاني أو خدمة المحتاجين وأخيراً قد يكون لك هدف عام هو تطوير نفسك جسدياً وتقوم عند ذلك بالتالي بتحديد أهداف تفصيلية توصلك إلى ذلك الهدف الرئيسي ومن هذه الأهداف التفصيلية الاقتصار على مشروب غازي مرة واحدة أسبوعياً فقط الانضمام إلى نادي رياضي ابتداء من أول الشهر الالتزام بالذهاب ثلاث مرات إلى ذلك النادي أسبوعياً الاستغناء حالاً عن الذهاب بالسيارة إلى العمل والمشي إذا أمكنني ذلك التنزه مشياً مع العائلة مرة أو مرتين أسبوعياً على الأقل أين ننطلق من هذه الأهداف التفصيلية؟ هذا ما سوف نعالجه في القسم المقبل ابقوا معنا